بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مجددا في شروحات مقرر تخطيط الحملات التسويقية واحد اليوم نستكمل حديثنا في هذا الدرس والذي ذكرنا فيه عن التركيز على شرائح من السوق نحن بدأنا في هذا الدرس سابقا وذكرنا هناك فئات نقسم من خلالها السوق إلى شرائح هذه الفئات أو هذا التقسيم قد يكون على عدة فئات مهمة ذكرنا منها الموقع الجغرافي قد أقسم السوق بناء على المنطقة فمثلا أكون أستهدف منطقة جغرافية مختلفة عن المنطقة الأخرى كما ذكرنا قد نستهدف دولة قد نستهدف مدينة أو قد نستهدف أحياء داخل المدينة دون غيرها بعد ذلك ذكرنا قد أقسم السوق بناء على الخصائص الديمغرافية إذن على العمر على الجنس على أمور متعلقة في خصائص الفرد كما ذكرنا مثلا أيضا التعلم وغيرها وبالتالي يكون هناك أقسام بناء على هذه الخصائص ذكرنا أيضا التخطيط الشخصي قد أقسم السوق بناء على تخطيطات الأفراد في هذا المجتمع وبالتالي سلوب الحياة في هذا المجتمع قد يكون مختلف عن سلوب الحياة في مجتمعين آخر سواء داخل مدينة قد يكون هناك كل حي له نمط مختلف عن النمط الآخر أو قد يكون في كل مثلا دولة قد يكون هناك مجتمعات تختلف أنماط وبالتالي يكون تقسيم بناء على هذه الأنماط أو حتى تصرفات الأفراد واسلوب معيشتهم حتى لو كانوا في منطقة واحدة استخدام المنتج أيضا قد يكون التقسيم هناك استهدف في قسم الأشخاص الذين يكون لديهم تكرار للشراء أو استهلاك بشكل أكبر واستهدف الأشخاص الذين يشترون بكميات قليلة أو لديهم عملية شراء محدودة إذن قد يقسم السوق بناء على هذا الأسلوب أو ما يسمى باستخدام المنتج ذكرنا أيضا لا بد أن نركز على تجربة العميل العميل دائما ما يبحث عن التجربة الأفضل من حيث الشراء للمنتج أو الخدمة لذلك حينما يستخدم المنتج هو سيقدم أيضا تغذية راجعة لمن حوله قد يكون أو تكون التجربة سببا في عادة الشراء مرات متتالية أو قد يستهلك المنتج لأكثر مرة بسبب التجربة لذلك كما ذكرنا الشركات تحاول أن تطور تجربة العميل تحاول أن تحسن التجربة تضيف مزايا للمنتجات والخدمات تجعل هناك خدمات بعد البيع للتواصل من العميل كل ذلك الهدف من أن تحسن التجربة وبالتالي العميل يعود مرة أخرى أو حتى قد يقوم بالتسويق لمنتجاتنا وخدماتنا لأن تجربته كانت إيجابية ذكرنا أيضا الشركات أيضا قد تقسم إلى شرائح ليس فقط الأفراد إذن قد يكون لك تقسيم الشركات إلى شرائح بناء على معايير مختلفة عن التعامل مع الأفراد وذكرنا مثل ما يتم تقسيم المستهلكين من قبل المسوقين إلى أسواق مستهدفة كذلك يمكن تقسيم أسواق الشركات ومثلا استهدف الشركات التي لديها مجال في التعليم دون غيرها أو استهدف الشركات التي تقع في منطقة مثلا الرياض وهكذا وبالتالي إذن إقسام الشركات تكون وفقا لنشاطاتها وعملياتها الرئيسة نأتي اليوم أو نستكمل اليوم أيضا هذا الدرس ونسأل نتحدث عن قيفية وتحديد شرائح السوق وتحديد مكاناتها عند تحديد وتحليل الشرائح السوقية هناك سببا بشكل أساسي لتقسيم السوق أولا يتيح البحث والتحليل الذي تجري الشركات لتكون قادرة على تقسيم السوق فهم السوق وخصائص العملاء المحتملين فيها بدقة وبالتالي حينما نقسم السوق إلى شرائح هذا يساعدنا كما ذكرنا سابقا في معرفة خصائص العملاء المحتملين بدقة حينما استهدف الجميع قد لا استطيع دراسة جميع أفراد المجتمع ولكن حينما قسمهم على شرائح بإمكان الشركة أن تقوم بدراسة هذه الشريحة ومعرفة خصائصها وأيضا إيجاد عوامل مشتركة وحاجات ورغبات مشتركة في هذه الشريحة وبالتالي من السهل أن أستهدفها ومن السهل أن أجعلها مثلا أو أصمم لها أيضا تسويق متخصص لهذه الشريحة أيضا التقسيم من الأسباب التي تجعلنا نقسم السوق يساعدنا التقسيم المفصل للشراح السوقية على تحديد أفضل الفرص السوقية إذن ليس فقط الأمر مقتصر على العملاء إذن مقتصر علينا نحن وبالتالي نستطيع الاستفادة من دراسة أو تقسيم السوق على معرفة أفضل الفرص السوقية لبيع المنتجات والخدمات وبالتالي قد نتميز عن المنافسين في خدمة فئة معينة وبالتالي كما ذكرنا سابقا عالم الشركات هناك تنافس كبير وحينما أتخصص بشريحة وأحاول قدر مستطاع أن أتميز بميزة تنافسية عن المنافسين أو الشركات الأخرى قد يكون لدي فرصة أكبر في التوسع وفي بيع المنتجات والخدمات وأيضا العملاء يستهدفون شراء المنتجات بحكم أن ينتخصص في تلبية حاجاتهم ورغباتهم بأفضل طريق نتحدث عن Market Opportunity وهي فرصة السوق بمعنى أن هي سوق محدد على أنها سوق تتمتع بإمكانات ممتازة على أساس بحث تسويقي دائما ما يكون ذكرنا أن التسويق اعتمد على البحث والتحليل ودراسة السوق قبل أن أبدأ في تسويق المنتجات أو قبل أن أنتج المنتجات بمعنى لا يمكن للشركة أن تبدأ ببيع المنتجات والخدمات وهي لا تعلم هل هناك طلب هل هناك حاجة للمنتج هل هناك مثل استقرار هل هناك كمية طلبات كبيرة تجعل الشركة ترباح مع قادم الأيام وبالتالي فرصة السوق تعتمد بالتأكيد على دراسة السوق قبل أن أبدأ من خلال تحديد السوق تحديد الشريحة وبالتالي بعد ذلك أعرف هل إمكانات السوق هل يوجد قدرة هل يوجد طلب على هذا المنتج هل الأسعار مناسبة هل هذا المجتمع يستهدف هذه المنتجات بعد ذلك أستطيع تحديد هل هناك فرصة في هذا السوق أم لا نأتي إلى تحديد الشرائح في السوق المحتملة لتقسيم السوق بنجاح يجب على الشركة التعرف على العوامل المحتملة التي تؤثر على شراء المستهلك هناك أكثر من عامل يؤثر على شراء المستهلك وذكرنا ذلك سابقا في الوحدات السابقة ما يتعلق في قد يكون صفات الشخصية قد يكون ظروف اجتماعية هناك عدة عوامل تؤثر على قرار الشخص وبالتالي الشركة التي تستهدف النجاح لا بد أن تضع نفسها مكان العميل وتعرف لماذا يشتري منتجات ما هي المؤثرات عليه في قرارها الشرائي بعد ذلك تستطيع أن تقدم منتج مناسب ولكي تصل إلى هذه المعلومات معرفة احتياجة العميل والعوامل تؤثر عليه لا بد أن تلجأ كما ذكرنا إلى جمع المعلومات وبالتالي يجب عليها جمع المعلومات لتحديد ما إذا كانت الشراح في السوق متشابهة أو مختلفة في سلوكيات الشرائية وأنماط الاستهلاك إذا لا يمكن أن أحدد الشراح بشكل دقيق إلا بعد أن أعرف هل الأشخاص أو أنماط الاستهلاك في هذا السوق متشابهة أو مختلفة وكذلك أجمع معلومات عن شراء المستهلكين ما هو أسلوبهم في الشراء ما هي العوامل عليهم بعد ذلك أستطيع أن أقسم السوق بناء المعلومات التي قمت بجمعها يتضمن تحديد الشراح السوقية لخطوات التالية إذن هناك خطوات إذا أردت أن أقسم أو أحدد الشراح في السوق لا بد أن أقوم بها أولاً حدد سوق أو فئة منتج للدراسة الخطوة الثانية اختر أسساً لتقسيم السوق إلى شرائح إذن لا بد أن تضع أساس لتقسيم السوق ثالثاً أجمع المعلومات لكي أحلل هذه الشريحة أو هذا السوق بعد ذلك أحدد الشريحة الموجودة في السوق ومن ثم أستخدم المعلومات التي جمعتها والتحديد لاختيار أسواق التي تقدم أكبر الفرص إذن بهذا التسالس و بهذه الخطوات الخمس أستطيع أن أحدد الشرائح السوقية التي أود استهدافها إذن نبدأ في الخطوة الأولى وهي أحدد سوق أو فئة منتج للدراسة ستحدد السوق فئة كبيرة من المستهلكين الذين لديهم حاجات متشابهة على نطاق واسع مثل الترفيه أو النقل أو من يحتمل أن يشتروا نوعية معينة منتجات مثل أجهزة الحاسب وتكون السوق أو فئة المنتج في الغالب الفئة التي تتمتع فيها الشركة بخبرة ولكنها قد تكون فئة جديدة للشركة على سبيل المثال قد تبحث الشركة عن أفكار لمنتجات جديدة أو عملاء جدد سواء انتقال إلى مناطق أخرى لم تكن مستهدفة أو عملاء جدد منتجاتها وخدماتها أو فرص جديدة لكل من العملاء والمتجات ذكرنا سابقا حينما نود وضع حتى في الاستراتيجية التسويق لا بد أن نحدد السوق الذي يود استهدافه هناك أسواق متعددة هناك منتجات كثيرة خدمات كثيرة وأيضا شرائح وأسواق مختلفة بأنماطها في سلوكيات الشرائية قد يكون هناك نجاح لمنتج ما في منطقة ليس بالضرورة أن ينجح في منطقة أخرى وبالتالي لا بد أن أحدد السوق بعد ذلك أقوم بمعرفة خصائص المستهلكين في هذه الشريحة أو في هذا السوق بعد ذلك أستطيع أن أصل إلى درجة أقل من هذا السوق إلى شريحة أو جزء من هذا السوق كما ذكرنا مثلا لإيجاد حاجات متشابهة مثلا من خلال الترفيه كذلك النقل أو مثلا أن يشتر نوعية معينة من أجهزة الحاسب وأيضا كما ذكرنا قد يكون السوق أو الشركة لديها خبرة في هذا المجال أو في هذا السوق وبالتالي تستطيع أن تعرف تفاصيل أو قد تكون جديدة على هذا السوق وبالتالي هي قد تطلق منتجات جديدة أو قد تطلق أفكار جديدة أو قد يكون المنتج لديها هو منتج جديد أو قد يكون لديها استهداف لمنطقة لم تكن مستهدفة مثلا انتقال إلى أسواق دول أخرى أو مدن أخرى لم تكن مستهدفة سابقة وبالتالي لا بد في البداية إذن أحدد السوق وأدرسه بشكل صحيح لكي أصل إلى الخطوة الثانية وهي اختيار الأسس لتقسيم السوق إلى شرائح وسنفصل بإذن الله في هذا الأسس في الدروس القادمة إذن الأسس نقصد بها تحديد العوامل التي يبدو أنها تؤدي إلى أكبر قدر من الاختلاف بين العملاء والتي من المحتمل أن تؤثر على التوقعات والاختيارات قد يكون تقسيم السوق بناء على عدة اعتبارات سواء الأشخاص يبحثون عن جودة مرتفعة أو جودة منخفضة قد أتعلق في السعر أشخاص يبحثون عن منتجات رخيصة أو منتجات عالية الثمن أو بهذا الثمن أو هناك معطيات أخرى مثلا كما ذكرنا سابقا فيما يتعلق في خصائص أو المناطق الجغرافية أو غيرها وبالتالي لا بد أن يكون لدي أساس أقسم السوق بناء على عليه هل أقسم بناء على الجودة على السعر إذا كان السعر إذن سأستهدف الأسعار المنخفضة وقد يكون لدي منتجات بأسعار منخفضة منتجات تكون أعلى بالسعر ومنتجات تكون عالية الثمن إذن وذلك لأن التقسيم بناء على السعر أو قد أستهدف أيضا مثلا المنتجات بناء على الجودة هناك منتجات جودتها عالية أو جدتها منخفضة بناء على الطلب في السوق أو طلب هذه الشريحة إذن بعد أن أحدد السوق إذن أحدد الأساس الذي سأقسم السوق عليه بعد أن أحدد الأساس إذن أجمع المعلومات لنفترض أنك حدت بناء على مثلا المنطق الجغرافي أو على السعر أو على الجودة إذن لابد أن تجمع معلومات ما الذي يفضل المستهلكون أو مستهلكين في هذا المنتج ما هي الجودة التي يفضلونها؟ ما هي الجودة التي يمكن أن يتقبل المنتج أو لا يتقبل المنتج؟ وبعد ذلك تستكمل البحث التسويق أو بحاث التسويق وذكرنا أيضا أن جمع المعلومات وتحليلها جزء من عملية التسويق التسويق لا يقتصر فقط على إعلان أو تقديم مثلا في التلفاز أو في المجلات أو في الصحف هناك عدة أنشطة من ضمنها البحث وعمل الاستطلاعات والدراسات والمسح قد يكون الميداني بعد ذلك أقوم بإنتاج أو إطلاق المنتجات والخدمات وبالتالي بعد أن أحدد الأساس إذن أجمع المعلومات لكي تساعدني على انتقال إلى المرحلة أو الخطوة الرابعة وهي أن أحدد الشرائح الموجودة في السوق تستخدم المعلومات التي جمعتها الشركات لتحديد العديد من الشرائح السوقي المحتملة وصفها بناء على خصائصها الفريدة مثل الموقع الجغرافي أو استخدام المنتج إذن بعد أن جمعت المعلومات بإمكاني الآن أن أقوم بتقسيم السوق إلى شرائح كما ذكرنا قد يكون أستهدف مثلا أحياء في مدينة معينة وأقسم هذه المنطقة إلى أحياء أو مثلا شرائح بناء على المواقع الجغرافية أو أقسم مثلا بناء على كما ذكرنا استخدام المنتج إذن بعد أن قمت بدراسة السوق وجمع المعلومات وجدت أن هناك مستهلكين يستهلكون المنتج بدرجة كبيرة هناك أشخاص لا يستخدمون إلا لمرة أو مرتين في الشهر وبالتالي هناك تفاوت إذن أبدأ بتقسيم السوق هناك أسعار وعروض لأشخاص الذين يتكرر شرائهم وهناك قد يكون منتجات وعروض للأشخاص الذين قد يكون شرائهم بشكل أقل وبالتالي إذن لم أستطع أن أقسم إلا بعد أن توصلت إلى هذه المعلومات من خلال التحليل والدراسة السوق بعد ذلك إذن الخطوة الخامسة هو أن أستخدم معلومات السوق لاختيار الأسواق التي تقدم أكبر فرص إذن ستحلل هذه الأسواق ذات الفرص الأكبر من الطبيعي أن الشركات تبحث عن الفرص الأكبر لتحقيق الربح والتي تمكن الشركة من تعظيم الثروة وحتى تتمكن الشركة من اختيار أسواق مستهدفة بينها والتي ستركز عليها جهود التسويقية إذن كما ذكرنا في لو تذكر عزيزي الطالب في الدرس السابق تناولنا سيناريو تسويقي لشركات تعلق في تقديم الشامبو والبلسام في المملكة العربية السعودية والمخصصة للنساء السعوديات مثل أولي النساء في المملكة العربية السعودية وبعد البحث وجدوا أن هناك منتجين هناك منتج فضل بدرجة كبيرة وهو الحماية الشعر المصبوغ وهناك أيضا اهتمام بالشعر المجاعد ولكن بدرجة أقل وبالتالي الشركة لاحظنا في ذلك المثال ركزت على الخيار الأول الذي تفضيل لدى العملاء وبالتالي حقت أرباح كبيرة لذلك هذا ما نقصد هنا هو أن بعد أن تعرف طبيعة المنتجات أو تعرف طبيعة العملاء كذلك وما يفضلون إذن الآن تستطيع أن تعرف ما هي الفرص الأفضل بالنسبة لك بناء على البحث الذي أجريتها أو الدراسة التي قمت بها وبعد ذلك تركز جهودك على أفضل الفرص التي تحقق لك الربح الأكثر إذن بهذا يكون الخطوات الخمس اكتملت لعملية تحديد شرائح السوق نأتي الآن إلى أسئلة التحقق أو نقاط التحقق في هذا الدرس ما السببان اللذان يجعلان الشركات تقرر تقسيم السوق؟ لماذا الشركات تقسم السوق؟ نذكرنا ذلك في بداية الدرس هناك سببان رئيسيا للشركات لكي تقسم السوق كما ذكرنا الأسواق قد تكون كبيرة وحينما تقسم الشركات السوق هي لتحديد أو تقسيم السوق لفهم السوق فهم الخصائص العملاء والمحتملين بدقة وبالتالي من الصعب أدرس جميع السوق لذلك هي تقسم لكي تستطيع دراسة السوق ذكرنا أيضا حينما تقسم السوق هي أيضا تحاول أن توجد أفضل الفرص كما ذكرنا حينما قسمنا السوق عرفنا ما هي الفرص التي يكون فيها الأرباح أو إرادة أكبر وبالتالي من خلال التقسيم عرفنا ما هي النقاط القوة في هذا السوق أو في هذه الشريحة التي تجعلنا أفضل أو أرباحنا أفضل إذن السببان هو أول لكي أعرف العميل وأعرف احتياجه بدقة والسبب الآخر هو أن أعرف أفضل الفرص لاقتناصها في هذا السوق نأتي للسؤال الآخر ماذا تفعل الشركات بعد جمع المعلومات حول السوق بعد أن تقوم بجمع المعلومات بجميع أدواتها قد يكون من خلال استطلاعات المقابلات، المسح الميداني جميع الأمور كما يحدث أيضا في وسائل التواصل الآن هناك استفتاءات وغيرها ماذا يحدث بعد أن تجمع المعلومات بالتأكيد هي تقوم بتحليلها ودراستها للخروج إلى خلاصة أو توصيات من خلال هذه المعلومات كما لاحظنا في الحالة التسويقية السابقة هو أن توصلنا إلى أفضل منتج أو المنتج المرغوب من قبل العملاء بشكل أكبر وبالتالي من خلال هذه المعلومات توصلنا إلى أفضل الفرص وهذا أتى من خلال الدراسة والتحليل الصحيح نأتي إلى العلاقة ما العلاقة بين إمكانات السوق والحصة التسويقية نحن ذكرنا أن لكل سوق إمكانات وقدرات وأيضا تحدثنا عن الحصة السوقية وبالتأكيد الحصة السوقية هي جزء جمالي من إمكانات السوق التي تتوقعها الشركات في هذا السوق بمعنى ما هي إمكانات الأشخاص الموجودين في هذا السوق ما هي حجم الطلبات ما هي القوة الشرائية في هذا السوق كم هي القدرة الشرائية لجميع العملاء في هذا السوق لذلك نلاحظ مثلا في الاستطلاعات أو حتى في الإحصاءات الرسمية نلاحظ حينما يصدر بنك المركزي أو الجهات المتعلقة في الإحصاء وزارة التجارة وغيرها القوة الشرائية في مجال مجالات لكي يعرف المستثمر حجم وإمكانات هذا السوق كم يدفع المستهلكون مثلا لشراء مثلا الطعام أو الأغذية في خلال شهر أو خلال أسبوع أو خلال فترة أو خلال عام وبالتالي أعرف الإمكانات وأعرف كيف أقوم بأخذ حصة في هذا السوق من خلال إطلاق المنتجات والخدمات نأتي لتقييم الدرس أولا ما استراتيجية تقسيم السوق التي تصنف المستهلكين وفقا لخصائص مثل العمر والجنس والدخل والمستوى التعليم ماذا تسمى هذه الاستراتيجية حينما أقسم السوق مثلا إلى أعمار مثلا عمر مثلا أقل من السادسة أكبر من السادسة أقل من العاشرة أو أكبر من العاشرة أو أقسم بالآن على السنوات مثلا السنة العاشرة مع الحادي عشر الثاني عشر مع الثالث عشر وهكذا أو أقسم السوق بناء ذكر أو أنثى إذن هذا ما يسمى بالخصائص تقسيم السوق وفقا للخصائص الديمغرافية وذكرنا هناك عدة أمثلة من ضمنها الملابس أو غيرها التي تكون مخصصة لمراحل دون أخرى أو أدوات مثلا معين كالألعاب وغيره ننتقل سواء الآخر ما استراتيجية تقسيم السوق التي تسمى التقسيم السلوكي إذن هي تتعلق بالسلوك سلوك المستهلكين جميلة وبالتالي هي تتعلق باستخدام المنتج هناك أشخاص يستخدمون المنتج بكثرة بإسراف باقتصاد هناك أشخاص لا يستخدمون المنتج لا يفضلون هذا المنتج وبالتالي إذن بناء استخدام المنتج أقسم السوق سؤال الثالث لماذا تحتاج الشركة إلى تحديد الشرائح في السوق التي تريد المنافسة فيه إذا أرادت شركة التنافس في أي سوق من الأفضل أو لا بد أن تحدد إلى تحديد الشرائح أو تقوم بدراسة السوق لكي تستخرج الشرائح الموجودة فيه لماذا؟ بالتأكيد أن البحث والتحليل وفهم السوق يساعدها في أمرين كما ذكرنا أولا معرفة خصائص العملاء المحتملين لشراء منتجاتي وخدماتي وأيضا أعرف أفضل الفرص السوقية في هذا السوق في هذا الشرائح لكي أحصل على أعظم ربح أو أفضل ربح ممكن وبالتالي يفيد الشركة في إنتاج منتج يلبي حاجات ورغبات حقيقية للمستهلكين بدقة وأيضا يساعدوني في الوصول إلى أفضل ربح ممكن إلى هنا أعزائي الطلاب والطالبات نكون انتهينا من درسنا هذا اليوم شكرا لكم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم